بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قناتي قطر الندم في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم فائدة عظيمة لتسهيل الأمور بطريقة النفط على اليدين بالإضافة إلى توضيح ملخص على مض الطاقة الإيجابية والهائلة التي تكمن في النفط فكلنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم ينفط فيها فيقرأ قل هو الله أحد وقول عذب رب بالفلق وقول عذب رب بالناس ثم يمسح بهما من أعلى الرأس والوجه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى وجعا يقرأ المعاودات وينفط ويمسح مكان الألم وتبت أنه كان يعالج كذلك الصحابة بالنفط والنفط هو نفخ لطيف بلا ريق يعني خروج هواء من الجوف وقد نتسأل ما هي فائدة هذا النفخ أو النفط الفائدة كما قال الإمام سيطي هي التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء أو النفس المباشر للرقية أو الدكر الحسن أو الدعاء أو بمعنى أخر فهذا النفط هو بمثابة توقيع أو ختم من الإنسان أي أنه هو الناطق بهذا الكلام وعلى رحانية هذه الدعوات أن تستجيب وبقدر ما يكون الإنسان صالح وطاهر القلب بقدر ما تنفعل معه الدعوات لأن النفط أو النفخ فهو يخرج من داخله وبالتالي ففيه دلالة على صلاحه أو فساده لذلك كان الناس يسعون إلى أهل الصلاح ليدعون لهم لأنهم يعلمون أن دعواتهم قد تكون مجابة لأنها تخرج من جوف طاهر فتنفعد معها الملائكة بقول آمين وعندما يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جمع اليدين والنفط فيهما وقراءة القرآن أو الدعاء والمسح على سائل جسد فهو بذلك يضمن لنا التحصين داخليا وخارجيا من أي أحلام أو كوابيس أو مس روحاني أو حتى العين وإعجازا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في النفط وعلاقته بجمع اليدين فقد تبت علميا أن الإنسان لديه أكثر من طاقة محركة وفاعلة ومؤثرة في المادة ومن بديع صنع الله سبحانه أن وسط كل كف من اليدين يوجد مراكز تانوية للطاقة ووظيفة هذا المركز أنه يعمل على إدخال طاقة للجسد وإخراج طاقة من الجسد وهذا يتوقف على طريقة التفكير والتركيز فاليد اليمنى تعطي الطاقة إيجابية واليد اليسرى تأخذ الطاقة السلبية الزائدة وهذا ما أسموه علماء الطاقة بالطاقة الكهرومغناطيسية البشرية والتي هي سر من أسرار الحياة موجودة بجسم أي إنسان إذا تمكن الإنسان من استخدامها وتطوعها فقد يحقق بها المستحيلات فهذه عبارة أو هذه الطاقة هي عبارة عن دبدبة غير مرئية تبعتها العين أو الجسد وتخترق الأجسام الحية والجامدة وتوصل الأجسام ببعضها فعلم الطاقة علم غزير شأنه عظيم جدا وذلك نقوله أو حينما نقول الكف أو الكفين عندهم مراكز التانوي للطاقة فسبحان الله العظيم المركز الكفين كيف ما كان عرفوه هذا ولكن أي منطقة في الكف فأعلى الأصابيع مقدمة الأصابيع أو إلا هذا المراكز تحت الأصابيع يعني كيف ما نقوله فأي مكان هنا عنده علاقة تفاعل مع أعضاء الجسم يعني مثلا كتكون هنا في هاد البلاسة المعيدة هنا كتكون الطيحان يعني مثلا كلكم بالتوضيح سهل مثلا إنسان إلا كان كيشتاكي وجعه في المعيدة فكان علماء العلاج بالطاقة كيستعملوا هاد مسألة هدي وكتجيب نتائج خطيرة جدا يعني كي كي يلمسوا هاد المكان بطريقة التدليك الخافيف يعني بطريقة التدليك الخافيف وهو كيتفاعل يعني إنسان بداته كيحس بهذيك المنطقة اللي هي وجعه مثلا المعيدة أو البونكريس مثلا أنا ما يعني ما متذكراش مزيلا المآة ما كنت عارفها ولكن تنسوا عليا كنت يعني كنت درستوهم قبل في مجال ديال التجميل اللي كنت كان درس درستهم ولكن تنسوا عليا معليش فكل عضو من من الجسم ديالنا عنده علاقة باليد اليد يقدروا تحكموا بها بثاف ديال المسائل بالنسبة بين قاوستين بالنسبة للنساء مع الأزوج ديالهم يقدروا يتحكموا في الزوج في اليد يعني وكذلك الزوجة فكان واحد ما كان ما كان في اليد كيتعلق كذلك بالرغبة الجنسية عند الرجل خصوصا يعني بمجرد اللمس ديالها فالأمور تكون شكل آخر وكذلك المرأة فسبح الله العظم هذا يعني من خلق الله ومن بديع صنع الله سبحانه وتعالى أنا عملت لكم للتوضيح فقط يعني للمعلومة فحينما كي اجتمع العلاج بقراءة القرآن أو الدعاء والنفخ أو النفط على اليدين والمسح بهما سائر الجسد هذا ما يسمى العلاج الذاتي باللمس أو اللمسة العلاجية كيفما يسميها علماء الطاقة تمكن هذه العملية من إحداث أطر إيجابي قوي جدا بقدرة الله نظرة لتفاعل هذه العناصر اللي هو بدنا الله إياها القرآن والدعاء والهواء الخارج من الجوف واليدين ويعني نفس الأمر يحدود في النفخة على الماء لأن الماء سبحان الله حي ويسمع ويختلف الماء يعني باختلاف المنبع دياله الماء المطر ليس كماء الصنبور وماء البئر كذلك يعني ماء المطر وماء زمزم وماء البئر عندهم قوة قوية جدا أو عندهم تأثير قوي جدا بمقارنة مع ماء العادي ديال الصنبور فبمجرد القرآن نفتها على الماء وسكبه أو الشرب منها أو سكبه على الجسم كيحصل بذلك العلاج وزوال الطاقة السلبية من الجسم داخليا وخارجيا وهنا هذه المسألة كتوافق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ينفت على اليدين ويمسح بهما سائر الجسد ياله أو اللي كيقول لنا اللي ما يتقرأ عليه أو اللي يتعمل فيه سيدر أو اللي ويتقرأ عليه القرآن ويتسكب ويتشرب منه فهنا المسألة يعني الإنسان كيوقف عاجز أمام هذا القول لسيد الخلق وأمام ما أثبته العلم يعني مؤخرا فسبحا الله نمر للفائدة لما نطور عليكم أكتر فائدة لتسهيل الأمور إذا كان الشخص خارج لقضاء أمر أو لعمل أو لمسألة يكون على وضوء ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويطبق الأصبع اليد اليمنى الإبهام هو الأول ويقرأ الآيات التالية يعني نقول لكم يعني باش نقرب لكم المسألة بوضوح كي يطبق الأصبع الأول ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله لا إله إلا هو الحي القيوم يقرأ كيف ما قلت يصل على الرسول ويقرأ آية الكرسي وسورة الشرح والآية بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات لقومين يتفكرون سورة الجاتية آية 13 نفس الأمر في الأصبع السبابة يعني الأصبع الثاني من اليد الأمنى يعني يبدأ باليد اليمنى يطبق الأصبع ويقول نفس الصور بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم لا هو مفسما يعني إلى آخر الآية وسورة الشرح والآية اللي قلت لكم وكذلك يطبق الأصبع الثاني الثالث والرابع والخامس ويمر للأيد لليد اليسرى يعني يكمل ولكن يبدأ بأصبع الإبهم نفس الأمر ويقرأ والأصبع السابع والثامن والتاسع والعاشر يعني بدءا من الأصبع الإبهم وينتهي بالأصبع الصغير يعني كيمشي بحلاك ده هكا يقرأ وعود يجي الإيد اليسرى ويقرأ يقرأ 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 بلي كيكمل يعني حينما ينتهي من القراءة ويعمل هذا الأمر وهو يعني مباشرة قبل خروجه مباشرة من المنزل لقضاء الأمر فسبح الله العظيم لها أثر عجيب بلي كيوصل حين يوصل إلى الباب ويستحسن ويستحب يعني يفتح الباب أو ليكون الباب مفتوح حينما يخرج ينفخ يفتح يديه وينفخ ثلاث نفخات أو ينفخ ثلاث نفتات يفتح يديه يقول بسم الله الرحمن الرحيم توكدنا عن الله ولا حول ولا قول بلا يعني هذا الدعاء دي الخروج من المنزل عادي يفتح يديه ويصوت وكانت منه يكون مفهم يعني نفخ قوي ماشي بخروج الراق ليس بخروج الراق يعني نفخ نفت هي بالنفس يعني بخروج الهواء من الفم ويتوكل على الله ويدهب أينما شاء ففي هذه الفائدة ولها أطر عجيب في تسهيل وتسخير الأمور وتسخير حتى الأشخاص وحتى الناس بإذن الله وطبعا كل شيء بأمره وما شئته ولكن الفائدة أو أي فائدة يعني بكلام الله لازم والمفروض والضروري أن يكون القلب خالص لله وابتغاء يعني يعمل فائدة ابتغاء شيء حالد يعني ليس ابتغاء شيء حرام وبالخصوص أي فائدة تعمل تعمل والقلوب صافية فإلا كانت القلوب صافية وإن هي صافية خالصة لله والإنسان يكون مؤمن بالله ما يكونش فاسيد ما يكونش فاسيق ما يكونش القلب عامر حيقده غلو فرا ما غديش يصدق معاه أو ليكون جرب فرا ما غديش يصدق معاه اليقين بآية الله واليقين بهذه المسائل فهو يعني اللي كيتبت صحة وكيتبت نجاح الفائدة ويعني تسخرها أن الله يسخرها لك ويسرها لك وتكون فيها يعني تكون نجحة وتكون تعطي تمار ديالها وكنشوف فيها الخير وكذلك الصبر وكذلك الصبر يعني الإنسان ماشي يعمل واحد فائدة ولا زوج ويقول لك لا ما جابش معايا ف يعني إحنا كان قرأ كلام الله وكان مثلا يقول لك الرسول استغفر استغفر سبعين مرة أو مئة مرة يقضى حاجتك وكذا 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 يجي الإنسان وكيستغفر سبعين مرة وكيسنو يقول لك لا لا ما تقضاش حاجتك يعني أشنو يعني ماذا يعني كلام الرسول غلط لا يعني إحنا فيناش حاجة غلط يعني إحنا ما عملناش داك شي صحي يعني إحنا نوبنا كتير راح تغطط على لديك مسألة أنها تقضى أو لديك اللي استغفر أنه ما كافيش يعني خاصنا ماذا نستغفر كانت من لكل أمر واضح ومفهوم هذه الفائدة بالمناسبة كنت قدمتها لواحد الأخت مشتركة من قبل مشتركة في القناة وهي صاحبة قناة كذلك قناة سامة هدي نخلي لكم الرابط على فكرة إن شاء الله تشتركوا معها فمرحبا كنت عانا بخصوص يعني بكل ما تعلق بالمرأة كانت عملتها وكانت تعاني من مشاكل نفسية شديدة ويعني ولا شيء يتسخر معها ولا شيء يتسر معها وسبح الله العظم قاتل بلي عملت واحدة رقية قدمتها لها وعملت هذه الفائدة فسبح الله العظم قاتل واجدا والحمد لله والفضل من الله سبحانه وتعالى ولكن نجاح الفوائد ونجاح يعني أي فائد أخذنا فهو بصدق دي القلوب فكل ما كان صدقة القلوب والنية كيف مقنى الخالصة والقلب السليم فكتعطي النتائج كان القلب شوش وما شيء هو هدك فكانت منا نراجع نفسنا والله يهدينا يا ربي لما هو خير وأحسن كانت من الفائدة تكون عجبتكم نلتري نلتري داكم إلا عجبكم فيديو ما تبخلوش عليها بلايك والضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ما تنسوش بغتاجوا مع أصدقاء ديالكم أقرب ديالكم باش تعم الفائدة شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله